إطاع الطاقة، مرآة الاقتصاد العراقي والمعضلة التي تثقل كاهله بين الحين والآخر يحتل العراق المرتبة الخامسة على قائمة أكبر احتياطيات النفط في العالم إذ تقدر احتياطاته بنحو 145 مليار برميل أي ما يعادل نحو 11% من احتياطيات النفط المثبتة في العالم ويعد العراق حالياً ثاني أكبر منتج للنفط داخل منظمة أوبيك بإنتاج بلغ 3.900.000 برميل يومياً خلال يوليو الماضي في حين تصل القدرات الإنتاجية للبلاد بحسب التصريحات الرسمية إلى 5 ملايين برميل يومياً وعلى الجهة الأخرى يستهلك العراق نحو 3.5 مليار قدم مكعبة من الغاز ينتج منها نحو 37% ويضطر إلى استيراد الباقي من الخارج في حين تخطط الحكومة العراقية إلى زيادة الإنتاج إلى 4 مليارات قدم مكعبة بحلول 2024 إيقاف حرق الغاز قد يكون أحد الحلول المتاحة في مجال الغاز فالعراق يعد ثاني أكثر للدول حرقاً للغاز في العالم بحيث يجري حرق نحو 17 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً أثناء استخراج النفط أما الكهرباء قد تكون المعضلة الأكبر التي تواجه الاقتصاد العراقي فاستهلاك البلاد من الكهرباء يصل إلى نحو 30 ألف ميجاوات في حين تصل قدرات التوليد إلى نحو 20 ألف ميجاوات فقط وهو أمر يجعل العراق عرضة لانقطاعات متكررة للتيار الكهربائي وفي سبيل مواجهة ذلك شرعت الحكومة العراقية في تنفيذ خطط للربط الكهربائي مع دول الخليج والأردن ومصر كما ذهبت باتجاه إبرام اتفاقيات مع عدة شركات عالمية لتطوير مشاريع للطاقة المتجددة اشتركوا في القناة